اشتركوا في القناة تطرق إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الدولة في مجال الطاقة النظيفة محمد بن زايد وجون كيري يبحثان الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية يستمر لثلاثة أيام بمشاركة أربعين دولة برعاية حاكم الشارقة اطلقوا مؤتمر تاريخ العلوم عند العربي والمسلمين نقرأ أيضا ترأس اجتماع اللجنة الاحتفال باليوبيل الزهبي بحضور مريم بن محمد بن زايد عبدالله بن زايد الإمارات تشق طريقها للمئوية بعزم على تصدير إنجازات تنموية تفاصيل هذا الخبر أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبعزمة أبنائها وكافة المقيمين على أرضها تشق طريقها نحو المئوية عقد العزم على تصدير مسيرة فريدة من الإنجازات التنموية في المجالات كافة وخوض رحلة جديدة من العمل الجاد والدؤوب تتخذ من اللامستحيل نهجا وتضع الريادة العالمية هدفا جاء ذلك خلال ترأس سموه لاجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بحضور سمو الشيخ مريم بنت محمد بن زايد النهيان نائب رئيس اللجنة وتوجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وباسم جميع أعضاء اللجنة بتحية تقديرا واعتزازا إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان بمناسبة إعلانه عام 2021 في دولة الإمارات عام الخمسين واستعرض الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد استعرض حجم الإنجاز منذ الاجتماع الأخير الذي عقد شهر فبراير الماضي وخطة عمل لجنة خلال المرحلة المقبلة في أعقاب إعلان صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله عام 2021 في دولة الإمارات عام الخمسين نقرأ ماذا جاء في جريدة الاتحاد الإماراتية دول عربية استقرار الأردن ضمان لاستقرار المنطقة بأسرها حيث أكد عدد كبير من الدول العربية في بيانات تأييد ومساندة أن استقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو أحد أهم ضمانات استقرار المنطقة بأسرها مشددين على تضامنهم مع كل ما تتخذها المملكة من قرارات وإجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وجاءت البيانات بعد تأكيد الجيش الأردني أنه طلب من الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره فيما أفد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الرقن يوسف أحمد لحنيطي إجراء الأجهزة الأمنية تحقيقات شاملة مشتركة واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم براهيم عوض الله وآخرون وأعربت كل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت والمغرب ومصر والعراق والبنان وموريتانيا وليبيا عن وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية وعن تأييدها لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة بنفس الصدد من جريدة الاتحاد نقرأ مجلس الأعيان يؤكد الولاء للقيادة الهاشمية حيث أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل فايز يوم أمس عن الوقوف خلف الملك عبد الله الثاني ودعمه مساندة ومباركة كل جهد يقوم به من أجل حفاظ على أمن الوطن واستقراره وللتصدي بحزم وقوة لكل يد مرتجفة خوانة تسعى للعبث بأمننا واستقرارنا وتحاول النيل من بلدنا وقيادتنا الهاشمية وكالة الأنباء الأردنية نقلت عن فايز قوله خلال جلسة خاصة لمجلس الأمة بمناسبة مئوية الدولة الأردن لن تنال منه سهم الحقد وسيظل عنوانا للأمن والاستقرار ومنارة للحرية والعدالة وملاذا للأحرار والمستضعفين نقرأ الآن من الأسواق الإماراتية في صحيفة الخليج الإماراتية مؤتمر مرونة واستدامة المدن خطة دبي الحضرية 2040 مثال حي للمدن المستدامة أيضا نقرأ من الجريدة مناقشات أو لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي تناقش إنشاء مصرف خاص بالقطاع الصناعي ونقرأ أيضا 736 ألف وحدة سكنية في دبي بنهايات 2020 ما تجاء في جريدة الأنباء القويتية بحثون جديد يكشفون عن سبب اختلاف درجات الألم لدى أصحاب الشعر الأحمر وأيضا هناك دراسات جديدة تثبتوا أن إدمان ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بسلوكيات التنمر على الانترنت الآن مشاهدين وصلنا إلى الختام لكن مع ريشة رسامي الكاريكاتير لهذا الصباح